لها المسلسل بتشوف انه كمان يعني نجاح تشلو بفترة شهر رمضان الكريم اللي فيه كتير زحمة مسلسلات بكل التلفزيونات كان عندك يعني هالانطباع انه رح ياخد هادا المكانة دايما مشاركة بشهر رمضان بتكون بتخوف نوعا بمسير يقول واحد لأ حابب اخد مساحة لحاله المسلسل يعني المسلسل اللي بشارك فيه ياخد مساحة لحاله حتى يبين ويكون تضوع له اكتر بس بنفس الوقت بخلينا يكون عندنا هالحافظ لانه نعمل عمل كتير جيد حتى يفوت بالمنافسة وتعرفي اعلى انتجات بتصير بهذا الشهر فمش هين الواحد يبين والحمد الله تشلو من المسلسلات لو عندي يمكن مأخذ هلأ بقلك عنه اذا بديك عن المسلسل بشكل عام شو المأخذ؟ من الاخر؟ حال أصني مش مأخذ انا فيه عندي انا اعتبر قارق شيد بهالمهنة قارق سيناريو؟ قارق سيناريو قارق الدور يعني بعتقد انا عطيت ادم اللي لازم وعطيت تشلو اللي لازم بس فيه اذا بديك ثلاث مشاهد لو انا عارف انه رح يتصوروا هاك والمخرجي وافئ لوني ممكن كانت رفضت العمل خليني ما اقول شو هنه ثلاث مشاهد بس خليني قول هاك موقف بحلله بعدين بس بشكل عام ما في شك تشلو نجح عربيا وانا اخدت الشهد الفنية اللي بدي اياها هيدا موقف تراجعي بعد ما خلص المسلسل وانعرض المسلسل واخد كلها النجاح لا امنا مش حرب اللي عم بيسمعك انا ما عم بقول في عندي مأخذ على العمل بشكل عام الاندمان ثلاث مشاهد في ثلاث مشاهد من اصل الف اللي عم بيسمعك هلا بيقدر يعرف شو هنه المشاهد اللي حضر تشلو ممكن اللي كتب هل اللي كتب هل اكتر من سبع اثمان اذا بدك مقالات نقضية كتير بحترمها رح يعرفها هيدا تقصير مني يمكن بس بعد المقالات انت يعني وعيت انه هاي مشاهد مكاليزي مصورها بهالشكل او بهالطريقة قبل المقالة شو عم نحكي عم نحكي بنواحي جنسية لا 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 عمنا فيه ثلاث مشاهد فنية مازال انكتب مقالات صرت انا الوحيد انت الموجودين عارفين ولا لا فيه مقالات بالوطن العربي عم نحكي مش باللبنان نقل تحليلي لهالمسلسل شايفه اللي انا شفته يعني او بالاحرى شفنا سوا هالبق بس انت شفتها وسكتت شفتها وغضيت نظر لا شفتها من بعض العرض انا ما شفتها قبل ما قلتلك لو عرفت انه رح يتصوروا هيك والمخرج يوافق عليهم بها الطريقة كنت رفضت العمل بس انت موجود بالعمل لانه العمل انا تبنات فيه شخصية مثالية ممكن يكون فيه شيء اثر عليها مش اداء تمثيلي ما عم بفهم عليك ما بتخيل رح تفهمي بانتقاس كامل هيك لا بس المشاهدين كمان ببتع تقيد يوسف فتحت لهم هلأ ممكن هذي الملاحظة مش موجهة لكل المشاهدين ممكن موجهة للمخرج للمخرج لح تعمل المشكل انت والمخرج ابدا بفهم ابدا قلت لو يعني ممكن يكون ما انتبه هو حتى انا ما عملومه بالمؤامرة ما عندك ولا ما اخذ على لو عندك ما اخذ عتشله بس عتشل لو لا ما عندي ابدا ملاحظة شخصية او شي عندي وما بحطها بإطار المؤامرة بحطها بإطار يمكن هفل له حق لممثل ينتقد المخرج بمكان ما بعد مسلسل بشهادة كتار يعتبر انه ناجح انا ما انتقت المخرج انا قلت اذا راجعي لتالت مرة قلت لو عارف هالتلت مشاهد رح يتصوروا هيك وانا شبه اكيد انه المخرج موافق كان برفض العب هذي ما انتقت المخرج لا لان ممكن ما يكون انتبه ممكن ما يكون انتبه هذي مصيبة اكبر سعادة اذا ما انتبه ما بعرف بتحطيها سعادة ايا منتبه او مقصودة على الحلتان انا كنت عندي مأخز على بعض طريق التمثيل مشاهدين او ثلاثة يلي اثروا على الشخصية يلي انا عطيتها كل الاهتمام